مرحباً بكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات أعمالكم هل تسألتم يوماً مثلي لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ اعمل لايك وشارك المحتوى وخلونا نجاوب يصوم المسلمون شهر رمضان التاسع في التقويم الهجري ويميزونه عن سائر شهور السنة الهجرية بالعبادة التي تعد أحد أركان الإسلام الخمسة كما أن للشهر الفضيل مكان خاصة في تراث المسلمين وتاريخهم ففيه ليلة القدر وهي كما وصفه الله عز وجل خير من ألف شهر لكن ما أصل تسمية الشهر الفضيل التي ذكرت في القرآن علماً بأن هذا الشهر يحمل اسم رمضان قبل الإسلام وكان أيضاً يسمى بناتق كما كان الصيام معروفاً في الديانات السابقة لكن دون الارتباط بشهر رمضان ما علاقة رمضان بالحر ومن أين اكتسب اسمه هذا؟ بل مختصر المفيد قيل أن اسم رمضان جاء من أن العرب لما وضعوا أسماء الشهور قديماً سموها بالأزمنة وأحوال الطقس التي تصاحبها آنذاك فوافق بعضها موسم الندى والمطر فسموه ربيعاً ووافق آخر أيام رمض الحر وشدته فسموه رمضان طابت أوقاتكم